اي سلطة تحب تحكم تحب اتحاد ضعيفة اي سلطة تحب تحكم تحب اتحاد ضعيفة وتحب علام متاحها خاضع وتحب هذاء وراء ومجتمع متاني اي سلطة. اي سلطة اي سلطة. اي سلطة. اي سلطة اي سلطة جاينا بعد الفين وحداش كانت منظومة الترويكا وثم منظومة 25 جويلة. هذما منظومات لي جايوا نتيجة ترجة سياسية في البلاد. ونتيجة سقوط منظومات سابقة. الزوز واختلي يحبوا يتركزوا في الحكم. في الفين واثناش نتفكروا عتسام الاعلام. نتفكروا الهجوم على اتحاد الشغل. صحيح. نتفكروا الخطاب التصادم والمشاكل. مع المعارضة. في الفين واثنين وعشرين والفين وواحد وعشرين وما بعد خمسة وعشرين. نفس المسار متاع الخطاب هذي قاعد يتكرر. مش بالضرورة راه من رأس السلطة فقط. كيما كان يحكي خليفة فما ناس كانت تطيش في الزبلة هوني اليوم ماذا بيها تعاود تطيش الزبلة. فقط غيرت الفريق. باللغة الرياضية اللي حبس يا احمد سواب بدت تطريقه. صحيح. ونجزت من جهة لجهة وتدفع نحو انه السلطة تفتك كل المساحات الممكنة لانها سلطة فقط. مش لانها حاملة لمشاريع او الاتحاد يعارق لا لانه كل مجموعات الضغط اللي تنجم ما تشكل حالة من التشويش او تفك مساحات للسلطة لازم رجعوها وندفعوها للوراء. هذي اليوم خطاب موجود. وتدفع فيه ناس راهي ما تحبش الخير لتونس. بالمنطق الشعبي. للكلمة. راهي تبحث على سلطة مطلقة لها وحدها وتكون جهة معناها معناها عندها هي. تحكم كما هي تحب. وبالتالي اتحاد الشغل هذيه لانهار اخر في الخوصة بشل القاوة يقول لنا لا في الفامي لا في مواضيع سياسية اخرى لا لازمنا رجعوه بين ذفرين كما تخلش البيت الطاعة ننهيوه او ندفعوه نحو المربع الضعيف. وهذا الدرس اللي لازمنا ناخدوه. الفين واثناش كان درس مهم. واختيش فهميته النهضة. فهميته بعد ثلاثة واربع سنين. كي وليت معناها هكا هكا بالاتحاد. وين حطك تتوقع قديش كلف علينا هذيه. راهوا الفين وواحد وعشرين خمسة وعشرين جويلية. كانت نتيجة اللي كان يحكي فيه سيد احمد. تغمغيم اذاك متاع ريويتي وريويتك وبعتلي الله. وبعتلي ما نعمل لك شو نحاول نشركك ونقص عليك الثنية من غادي. وهذاك هو اللي يتحكم. وعليش الناس سدت ما السياسة. وعليش الناس جيت قتلك الديمقراطية تمثيلية ذا يوزي منها. وخلي نمشي وتقول له كي سعي. هم في بالهم معارضة اليوم كي تقول خمسة وعشرين جويلة انقلاب. الناس الجمهور مشي يتفجع ويقول لكي والله الله الناس تحبوا على خاطر انقلاب. على خاطر انقلاب. الناس تحبوا على خاطر ديكتاتورية. الخاطر هو التمثل ليه متاع الديمقراطية كانك العشرة سنين لكل هكا. لكل هالي يجي من التسعة عفريل. ومتاع واربعة ديسمبر. وما تخرج منها في الاخر حتى شيء. وما تفهم حتى شيء. وما تفهم حتى شيء. وفقط يتتغير المواقع وحتى حد ما وفهم عليش. انا جزء من الناس اليوم قاعدة تتحاكم في مسار خمسة انا توا بعد خمسة وعشرين جويلية. كنت وقف انا وياه نار اربعة ديسمبر. نسميهم لك. معناها اليوم قاعدين يتحاكموا. تغيرت المواقع فقط. وجزء اليوم من اللي يساند في الاتحاد هم بيدهم اللي يقعدوا. عمليات رميان الزبلغ هديك. وقاعدين يتحاكموا معاه جزء من النقابيين في مسار خمسة عشر. كل شيء قاعد يتبدل. مواقع قاعدة تتغير لك الميكانيزم. فهم السلطة وفهم ادارة السلطة. وفهم المعارضة ليدورها هو نفسه قاعد. المعارضة تقوم بيدورها بطريقة خاطئة. تتفكر انه الشعب الكل عنده الهاجز الديمقراطي اللي هي موجود عندها. بضبطة. مش موجود عند الشعب. هذك عليش لازم يكتمشي القيس عيد في نقاط الضعف الحقيقية متاعه. برا حاربوا في المستوى الاقتصادي والاجتماعي. برا حاربوا في الماء في الفرينة في الخبز. مش معناها راتيب المعتقلين وما دفعش عليهم. حتى حد ما قال لك كده كده. هذا ايه. لكن حتى قضايا. خبر كل المواطن مسئولة الحريات بالنسبة ليه مسألة ثانوية. يودي كده ما تحتيش منجزة شو بيعمل بيها يا معز. اخي هو كفش يفهم الحريات. لا هو رو حتى المواطن دافع على حريات. يدافع. اما يدافع على الحريات الطبيعية. حرياته باش يأكل. باش يتنقل. باش كذا مش على حريات متاع الثالث ولا الربرة. اما حتى اللي طربيه سمحني المواطن يا حريات را. المواطن يفهم حياته تحسنه ولا ما تحسنه. وشن هو النظام اللي باش يحسن له حياته. النهارة اللي النظام الديمقراطي التمثيلي. هذيش كنا نقولوا عليها ديمقراطية شكلينية. خطر ما حقتش لحد الادنى. واليوم اللي ساير 25 جويلية. هي ديمقراطية انتقامية. اللي انتقامية من شن هو من العشر سنوات اللي يفيد. ايه. شنية البيديل اللي باش يتقدموا. ايجا نطرحوه هذايا. وشدوا في خمسة وعشرة يجويلة. مش الضرورة ارا بيه ضربتوا ليوم انتحاد الشغل. ولا حزاب السياسية وحطيت الناس يكون في الحاول. ايه باش باش توكل الناس. ومنظومة السجن. باش باش توكل. اي 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 مهم اي مهم المنجز الاقتصادي والاجتماعي اللي هو مطلب ديمة متكرر ومتجدد من اي ازمة اقتصادية.